جابت محمد النهاردة للإسماعيلي زي كنت سأتكلم مع كابتن حامد عمل مباراة معقولة قدام الندي الأهل معقولة دي أقصد بها أنه بفارق الإمكانيات بفارق العناصر بفارق السبات في التشكيل وفي الاستقرار وفي أمور كثيرة فالإسماعيلي عمل مباراة كان فيها ند قدام الندي الأهل النهاردة وكان ممكن يخرج بنهاتك الإجابية بسهولة أكيد هو سبات ببقى فيه سبات للتشكيل بقى فيه إجابيات فنيا في الملعب مباراة الأهلي يعني كنت أتمنى اللي أنا أخدها النهاردة الفرقة اللي عايزة تكسب بطولة أو اللي عايزة تعدل من وضعيتها في جدول الدوري كانت لازم تكسب النادي الأهلي ومش هقولي النادي الأهلي كان في أفضل حالاته النهاردة لا الإسماعيلي يعني كانت فرصة كبيرة جدا النهاردة يخرج بنتيجة إيجابية ضد النادي الأهلي فرط في فوز لو لا تقلق مصطفى شبير وزي ما بنقول الحراس دايما لها دور كبير جدا والنهاردة مصطفى شبير كان له دور كبير جدا في حالة أداء النادي الأهلي إن النهاردة مش موفقين أو مش معظم أو بعض اللعبية مش في حالتهم الفنية هو مصطفى شبير كان الأفضل فنيا في حالته الطبيعية كلعيب وكحارس مرمى قدر المواقف اللي جات له النهاردة قدر اللي هو يتصدى لها كابتن حمد ابراهيم عشان لا يتحدث عن لعيبته بشكل سلبي بس أحساسه إنه كان زعلان حاس إنه كان ممكن تعمل أحسن النهاردة أكيد حاس إنه كان ممكن تستغل الفرص بشكل أفضل إيه اللي كان ناقص لإسماعيل النهاردة عشان يقول ما سيئا؟ ناقص النهاردة النهاردة لما بتجيلي فرص زي عبد الرحمن زي شيخ زي أي نادر أنا النهاردة أنا هترجم الفرص دي لأهداف أمتى؟ النهاردة عشان تضيع لازم هتتعاقب والنهاردة لو لا تقلق مصطفى دي حاجة كويسة بس أنا لازم أعمل إيه؟ أنا لازم أدوس على التوفيق أو عدم التوفيق لازم بقى فيه توفيق وإصرار اللي أنا أكسب النهاردة لما تجيلي موقف مع عبد الرحمن النهاردة مصطفى شبير يخرج يعني من تحت العرضة من ثلاث يارضات لست يارضات سبعة يارضات فوق إنه يعمل التصدي ده وإنه يتصدي كورة نفس الشيء برضو من عبد الرحمن في الشرط الأولاني والشرط التاني واحدة من نادر فدي مش هقول سلبيات للعيبة الإسماعيلي هي أجيبيات طبعا من مصطفى بس لازم لعيبة الإسماعيلي تستغل الفرص اللي بتجيلي فهي دي من المواقف النهاردة إنك لعيبة النادي الإسماعيلي أنت بتوصل طب إمتى هتجيب جول طب إمتى هتكسب ما هاجي أقول لك هتستنى جول حارس مرمى النهاردة مش هي يعني مش هيكون موفق أو هيكون مثلا هيسيب لك الجول إنت لازم تدرج من الحاجات دي النهاردة عندك بتلاعب حارس مميز أو النهاردة بيطلع لك شو بير بينفز وعنده تفاصيل من حراسة المرمى والتصديات اللي لازم أشروط الكرة في سقف الجول الراجل خارج شايفه النهاردة الشوط يبقى عالية بعيد عنه أما أنا هترجم الحاجات دي إزاي النهاردة مصطفى كويس ومميز فأنا النهاردة عشان أكسب واخد التلات نقاط يبقى عندي اهتمام أكبر يبقى اهتمام أكبر يبقى الفرص بتاعتي لازم تبقى فيها جدية وأصرار أكتر من كده لازم تبقى فيه أقوى اللي أنا أصراري وحسي عن الفوز النهاردة نادي اسماعيلي الفضاء صعب ونشو نهاردة أنا بلعب النادي الأهلي النهاردة أخرج أنا خسران واحد